في أحد الأيام، كان هناك شيخ يعيش في قرية صغيرة، كان الشيخ رجلاً حكيماً وصالحاً، يعيش بسعادة في منزله البسيط بجوار حقله، كان لديه كبش أبيض جميل يرعى في الحقل، وكان يعتني به بعناية، كان الشيخ يقضي أوقات طويلة في الحقل، يراقب الكبش ويستمتع بالهدوء والطبيعة المحيطة به، كان يتحدث مع الكبش ويشكر الله على نعمة الحياة والرزق، في يوم من الأيام اقترب عيد الأضحى المبارك، قرر الشيخ أن يقدم الكبش كقربان لله، تعبيراً عن شكره وتقديره، أعد الشيخ نفسه للذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العيد، ثم عاد إلى الحقل مع الكبش، وقف الشيخ في الحقل، ووجه الكبش نحو القبلة، بينما كان يلقي النظرة الأخيرة على الكبش، شعر بالسعادة والرضا، ثم قام بذبح الكبش بأمانة وتقدير، وقدمه كقربان لله، كانت هذه لحظة مؤثرة للشيخ، حيث أدرك أن الكبش الذي رعاه بحب واهتمام قد أصبح فداء لله، ومنذ ذلك الحين استمر الشيخ في العناية بحقله، والتفكير في قصة الكبش الذي أعطى حياته من أجل الله،